طلب السعيد سعيود والي ولاية وهران من المساهمين ومسيري فريق مولودية وهران الالتحاق بمقر الولاية يوم الأحد المقبل وحسب الصفحة الرسمية لولاية وهران على الفيسبوك فإن الأمر يتعلق برفع الغموض عن قضية تسيير الفريق والتي أثرت على استقراره وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذا الاجتماع سيتم اتخاذ قرارات هامة ومهمة بالنسبة للفريق العريق مولودية وهران وجاء تنظيم هذا الاجتماع من طرف الوالي كاستجابة لإلحاح المناصرين وحرصا منه على تحرير النادي من كل العرقيل والقرارات العبثية